السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو ححل معكم نموذج اختبار للصف الأول المتوسط الفترة الثانية وبالما أبدأ بالفيديو أتمنى من كل اللي بيشاهد الفيديو أن ينزل أسفل الفيديو ويشترك معاي في القناة ونبدأ بسم الله بالسؤال الأول السؤال الأول يقول unscramble the sentence unscramble يعني قعد ترتيب هذه الجملة هنا لدينا هي لتشتري is going سوف فستانا جديدا كيف سنرتب هذه الجملة سنقول أولا she وبعدها is وبعدها going وبعدها to buy a new dress إذن ترتيب للجملة سيكون she is going to buy a new dress هي سوف تشتري فستانا جديدا السؤال الذي يليه أيضا unscramble the sentence أعد ترتيب هذه الجملة هنا لدينا for work a suit you to need are and going going سنبدأ الجملة بـ you وبعدها are يليها going ثم to need a suit for work يعني أنت سوف تحتاج بدلة للعمل سنبدأ بـ you وبعدها are وبعدها going يليها to need يليها a suit وآخيرا for work إذن you are going to need a suit for work السؤال الذي يليه the phrase put on means ماذا نعني بput on put on تعني ارتدي او يرتدي إذن الاختيار الصحيح هو where يرتدي hide يخفي here يستمع ام jump يقفز طبعا الإجابة هي where يرتدي السؤال الذي يليه he is a suit now بما أنه جاءت في الجملة is إذن دائما بعد is وام وار في الجملة يجب أن نضع الفعل مضافا إليه ing إذن he is wearing a suit now وهذا هو زمن المضارع المستمر إذن دائما في زمن المضارع المستمر والذي نتحدث به عن شيء نفعله الآن وفي هذه اللحظة يأتي is وام وار بعدها الفعل مضاف إليه ing السؤال الذي يلي اليوم الوطن السعودي هو في تاريخ ماذا هل سبتمبر 23rd الثالث والعشرين من شهر سبتمبر أم جون 23rd أوغوست 27 أم أكتوبر 1st طبعا هو سبتمبر 23rd السؤال الذي يليه he wants to invite jack he is going to call him هو يريد دعوة jack إذن هو سوف يتصل به بما أن ضمير الفاعل هو he فالضمير العائد عليه هو him call him أنا نتحدث عن مذكر السؤال التالي sandra is her best friend sandra هي صديقتها المفضلة she is going to visit her هي سوف تزور ها بما أن ضمير الفاعل جاء she إذن الضمير العائد عليها هو her إذن سنختار her السؤال الذي يلي أيضا unscramble the sentence أعد ترتيب هذه الجملة لدينا my I need to call friends سنبدأ I need to call my friends إذن سنبدأ الجملة بـ I يليها need أنا أحتاج to call my friends إذن أنا أحتاج أن أتصل بأصدقائي السؤال الذي يليه I فراغ famous دائما الverb to be الذي يأتي مع I هو was أنا كنت مشهورا السؤال الذي يليه The phrase how are things means عندما نقول how are things كيف هي الأمور هل يعني how are you أم where are you أم when will you come أم how much how are things تاني كيف حالك how are you السؤال الذي يليه there and old castle هذه قلعة قديمة بما أننا نتحدث عن مفرد old castle مفرد إذن دائما there was was تأتي مع المفرد where تأتي مع الجمع وهذا كان آخر سؤال في النموذج سأضع لكم النموذج ولكن بدون إجابات وعليكم أن تجيبوا عليه بأنفسكم إذن هذا السؤال الأول unscramble the sentence أعد ترتيب الجملة عنا is she to buy going a new dress السؤال الذي يليه أيضا unscramble the sentence أعد ترتيب الجملة عنا suit going you for work to need are السؤال الذي يليه the phrase put on ماذا تعني put on هل تعني wear hide hear أم jump عندما نقول he is كيف يأتي الفعل بعد is هل هو wearing wear war أم to wear he is he is us and scramble the sentence أعد ترتيب هذه الجملة لدينا والآن وصلت إلى نهاية الفيديو إذا عجبكم الفيديو انزل أسفل الفيديو وضغطوا على زر اللايك ولا تنسوا أن تشتركوا معي في القناة وتفعلوا جرس التنبيه وشكرا ترجمة نانسي قنقر